في عرف سياسة تسير الدولة يضمن رئيس المنتخب توجهه ومقارباته وبرنامجه الانتخابي في خطة العمل الحكومي التي وصلت إلى آخر مراحلها وسينزل بمشروعها عبدالعزيز جراد إلى قبة البرلمان السفلة التي تستأنف الثلاثاء أشغالها لمناقشة محاوره الخمسة محاور تتقطع كلها في مصطلح واحد إن صح عادت الصحة لمؤسسات الدولة الإصلاح قاسم مشترك في كل المجالات أولى الإصلاحات التي يعطيها تبون أهمية قصوى تبدأ من هذه المؤسسة التي وجبت تقويم ما خرج منها من قوانين وسياسات انطلاقا من مرجعة قوانين الانتخابات وأخلقة الحياة العامة وتقويم آليات تسير الدولة ولأن النظام الديمقراطي يقوم على مرتكزات ثلاثة فلا يقتصر الإصلاح على سلطة وإهمال أخرى ليحمل المشروع تحرير السلطة القضائية التي ظلت حبيسة المراسلات ورهينة الهواتف والاتصالات لتتحرر السلطتان من نفوذ الثالثة لتقوم الدولة وتتخلص من عرجها ثاني محاور الإصلاح يستهدف تعزيز الحريات الفردية والجماعية وما يندرج تحتها من حرية الاجتماع والتظاهر وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وتكريس حرية الصحافة ووسائل الإعلام وترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين وترقيتها وحمايتها أما ثالثها فإصلاح المنظومة الاقتصادية إصلاحا ماليا يشمل مراجعة النظام الجبائي واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية وعصرانة النظام البنكي محور السياسة الخارجية مطروح وبقوة إذ تعتزم حكومة تبون العودة وبقوة ومن دون مقدمات للتطلع بدورها كفاعل إقليمي في مختلف قضايا الساعة وتحريك عجلة الدبلوماسية التي تعتبر مرآة عاكسة لقوة الدولة وخامسها لتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين في سياق المرحلة الدقيقة التي تعرفها حدودنا المترامية والصراعات المحيطة وفق رؤية تعمل على مواصلة تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي مخطط تشير كل المعطيات إلى أنه يلقى إجماعا مبدئيا وسيعرض للتقويم والنقاش من طرف نواب سادقوا على برنامج تبون كوزير أول وهم اليوم في أفضل رواق لإنصاف مؤسستهم ونفض الغبار عنها وقول كلمتهم بتحررهم من كل التبعيات